معنا من الرباط الكاتب والبحثة السياسية دكتور عبد الحفيظ أدمينو دكتور عبد الحفيظ مرحبا بك معنا هل بدأت تتضح خارطة لإتلاف الحكوم الذي يقوده وخنوش مصر الخير وشكرا على الاستضافة بالفعل عرفت نهاية الأسبوع عرفت عدة اجتماعات تتمثلت أساسا في عقد برلمانات ثلاث أحزاب سياسية حزب الأصلة والمعاصرة يوم الجمعة حزب الاستقلال يوم السبت عقدت عقد المجلس الوطني لكل الحزبين دورته من أجل مناقشتي بطبعة الحالة العرض الذي تقدم به رئيس الحكومة كما عرف أيضا عقد المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراك لكن الاختلاف ما بين المجلس الوطني الذي عقده كل من حزب الاستقلال وأيضا عقده مجلس الوطني لحزب الأصلة والمعاصرة هو أنه من خلال الأدبيات التي تم نشرها تبين بالفعل بأن المجلس الوطني للحزبين معا قام بدراسة مقترح أو عرض يتعلق بالمشاركة في الحكومة وتانيا هو ناقش من جهة أخرى أو منح التفويض لفائدة الأمين العام لحزب الاستقلال ومنح كذلك تفويض لفائدة الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة من أجل استكمال المفاوضات والمشاورات حول تشكيل الحكومة لكن المجلس الوطني للحزب الاتحاد الاشتراكي بطبعة الحل لم يدرس أي عرض بل هو أبدى استعداده للمشاركة إن تم تقديم عرضية تناسب طبعة الحل وحزب الاتحاد الاشتراكي وهنا بطبعة الحل الخلاف هو ما جعل أغلب المتتبعين يعتبرون أن عخاذ هذه المجالس وفق هذا الجدول الأعمال يؤكد بالفعل بأن الخيار أو خيار رئيس الحكومة المكلف يتجه إلى تشكيل أغلبيتين من ثلاثة أحزاب سياسية على الرغم الإشارات التي أبداها الإيجابية التي أبداها حزب الاتحاد الاشتراكي دون أن يتلقى من خلال الأدبيات التي تم نشرها كما قلت برأيك دكتور عبد حفيد عدمينو على أي أساس قد لا يتجه سيدة خنوش للاستعانة بحزب الاشتراكي لماذا برأيك؟ أولا يمكن أن أقدم مؤشرين أساسيا المؤشر الأول هو أنه يمكن للرئيس المكلف أن يكتفي فقط بالأحزاب الثلاثة وأنه يعرف واحد النوع ديال وله أغلبية مريحة جدا تضمن له استمراره كرئيس حكومة واستمرار الأغلبية الحكومية وأيضا ضمان تصويت على البرنامج الحكومي وكل إجراءات التي سيتضمنها البرنامج الحكومي والمؤشر الثاني هو أنه ربما ستكون فرصة للآن تحقيق نوع من الوضوح الأوديولوجي على اعتبار أنه حزب الاتحاد الشراكي تجربته مع حزب العدالة والتلمية في الحكومة الماضية لم تكن مشاركة موفقة بالنظر لأنه بطبيعة التنابزات وأحيانا الخلافات التي قامت بين قيادة الأحزاب السياسية وهذا من شأنه أن يؤثر على الانسجام الحكومي يؤثر أيضا على الأداء الحكومي ويخلوق هذا اليوم نحن أمام حزبين دون مرجعية الشراكية أو منفروض أن تكون مرجعية الشراكية وأحزاب وسط وأحزاب أيضا لليمين أو الليبرالية إذن بالتالي فمنطقيا منطق الأمور يقضي بأنه هذه المرجعية المختلفة عليها بين هذه الأحزاب السياسية يمكن أن تعقد كما قلت من الانسجام الحكومي ومن اعتماد برنامج حكومي يستحضر كل هذه المرجعيات وكل هذه الأفكار والإيديولوجيات وبالتالي ألا يمكن أن يكون معارض شرس إذا ما تم استثناءه من هذه الحكومة دكتور عبد الحفيظ أدمينو وبالتالي يصبح مصدر خلق بالنسبة لحكومة خنوش شيء المرغوب ومطلوب على اعتبار أنه لا يمكن أيضا تصور برلمان بدون معارضة وأعتقد أنه ضمن الأحزاب السياسية الآن التي أبدت عدم رغبتها في الانضمام إلى التحالف الحكومي ليس لها أولا من ناحية العددية ليس لها عدد من النواب الكافيين من أجل ممارسة هذه المعارضة إضافة إلى أن حزب الاتحاد الشراكي وحزب التقدم والشراكية هي من الأحزاب السياسية التي استألست بالمعارضة على خلاف مثل الحركة الشعبية أو الاتحاد الدستوري والاتحاد الشراكي أيضا كيف مكان بطبيعة الحل هو حزب له أيضا امتداد تاريخي وله القدرة على أن يمارس المعارضة وفق القواعد المعارضة البرلمانية البعض يتحدث عن صراع حتى الأحزاب التي قد يتجه أخ النوش لعقد تحالفات معها البعض يقول أن هناك صراعات حول المناصب وأن كل حزب يرى أنه الأولى والأحق بها وبالتالي نتساءل ما حجم الصعوبات التي يمكن أن يجدها عزيز أخ النوش لتشكيل هذا الاتلاف الحكومي بالأساس صحيح إذا كان بطبيعة الحل الإطار المسطري أو الصعوبات التي عرفتها تشكيلة الحكومية السابقة وخاصة أمام تعدد الأحزاب السياسية التي تم إدخالها إلى الأغلبية الحكومية بسبب عدم تمكن الأحزاب السياسية أو عدد مقلص من الأحزاب السياسية من الحصول على البقاعد اللازمة لتشكيل الأغلبية فاليوم هذا الجانب يمكن أن القول بأنه قد يكون مرنا وسهلا خاصة إذا اكتفى الرئيس المكلف بثلاث أحزاب سياسية لكن في المقابل قد تبدو هناك بعض تحديات لأقول صعوبات ولكن تحديات مرتبطة أساسا بتوزيع القطاعات الحكومية إذا كان البرنامج الحكومي أتصور أيضا أنه سيسهل اعتماده خاصة وأن أحزاب الأصلة والمعصرة والأحرار والاستقلال كلها حالت بشكل كبير في برنامجها الانتخابي على النموذج التنموي وعلى المشاريع الهيكلية التي تضمنها النموذج التنموي الجديد فضلا على أنه هناك نقاط التقاء كثيرة جدا ما بين الأحزاب السياسية لكن على مستوى الاختيارات ونحن العلم أنه إذا اتجهنا إلى حكومة بثلاث أحزاب سياسية فالحكومة أيضا ستكون مطالبة باعتماد عدد مقلص من الوزراء أي حكومة لا أتصور أن يتجاوز عددها 21 أو 30 وزيرا لكن الخلاف الذي قد يقع أو النقاش الذي قد يقع حول طبيعة الحقائب الحقائب التي ستتولها الأحزاب السياسية لا أتصور أنه مثلا القطاع الاجتماعي يمكن أن يتولاه أكثر من حزب سياسي داخل الحكومة لا أتصور كذلك القطب الاقتصادي أنه يقتصم ما بين الأحزاب السياسية الثلاث إذن بالتالي فربما كل حزب سياسي سيتجه إلى تحديد قطب معين وبالتالي يقترح الوزراء الذين ينتمون لحزبه داخل هذا القطب بشكل بطبع حل يراعي التقائية البرامج والسياسات بشكل كذلك يراعي التداخل الموجود داخل العمل الحكومي وهنا أيضا فيه أيضا تفعيل ومسؤولية أخرى تنضف إلى رئيس الحكومة لأنه مطلوب أن يضمن التنسيق بين مختلف هذه الأقطاب التي يمكن أن تضمها الحكومة المقبلة هل نتوقع أن تأخذ المدولات بشأن تشكيل هذه الحكومة دكتور عبد الحافيذ الكثير من الوقت ما المدى الزمني المتوقع أن ترى فيه النور المدى الزمني يرتبط بعاملين العامل الأول هو تحديد البرنامج الحكومي لا أتصور أن يتم التفكير في الأسماء دون أن نكون أمام برنامج حكومي إذن هذا البرنامج الحكومي الذي يجب أن يتضمن كما قلت المشاريع الذي يضمن فيه النموذج التنموي الجديد إضافة إلى الأهم الاقتراحات أو الوعود الانتخابية التي تضمنتها البرامج الانتخابية الأحزاب السياسية ثم بطبيعة الحال كذلك المقاربة التي على أساسها سيتم تنفيذ هذا البرنامج الحكومي هل سيتمه في إطار حكومة موسعة أم مقلصة هل كذلك هذه الحكومة من المحتمل أن تضم أقطاب أو أن تشتغل بالمنطق القطاعي فضلا طبعة الحال عن الأسماء التي ستتولى كافة القطاعات التي ستشمل هذه الحكومة شكرا جزيلا لك دكتور عبد الحفيظة منو الكاتب والبحث السياسي كنت معنا من الرباط شكرا لك